بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبدأ مع بعض أعزائي الطلاب في موضوع مهم جدا في الفصل الرابع وهو موضوع تعريف التعلم وشروطه والعوامل اللي بتؤثر فيه من الموضوعات المهمة جدا نحن نعرف يعني تعلم وإيه هي شروط التعلم وإيه هي العوامل المؤثرة فيه تعالوا الأول نقطة اللي هي تعريف التعلم كل واحد يقول لنا تعلم تعلم عايزين نتعلم يبقى لابد ان احنا نعرف يعني تعلم التعلم وتغير شبه دائم في السلوك نتيجة الخبرة اللي بيمر بها الفرد بناء تل الجامعة بأحدث تغير في السلوك من اكتساب المعارف والمعلومات يؤدي هذا الى زيادة خبرة الفرد واكتساب الخبرات المختلفة هذا التعلم يرتبط بتعديل السلوك لابد ان انا اكون على موقف سابق حدث نوع من اكتساب المفاهيم والمعلومات ادى الى التغير هذا التغير يحدث من خلال تعديل السلوك سواء كان في المجال المعرفي اللي هو المعارف والمعلومات في المجال الاجتماعي التفاعل مع الناس وهكذا في المجال المهاري اكتساب مهارة قيادة السيارة وهكذا اذا نطلق على كلمة تعلم حينما يحدث هناك تغير في السلوك هذا التغير الذي يحدث في السلوك يكون ناتج عن الممارسة يكون ناتج عن التكرار اللي هو مع حدوث التعلم وليس نتيجة النضج طيب تعالوا نشوف شروط التعلم عندنا في عدة شروط للتعلم أول شرط اللي هو النضج ما ينفعش أن أنا أعلم طفل مهارة معينة أو أعلمه شيء معين ولم تصل يصل مستوى إلى المستوى مستوى النضج اللي يؤهله للتعلم ما قدرش أن أنا خليه يمشي على أقدامه إلا ده كان وصل نمو القدم إلى مستوى من النضج يؤهله إلى القيام بسلوك المش أيضا الدوافع لابد أن يكون هناك استصارة لدوافع المتعلم تحفيزه على التعلم اللي يد دفعية مهمة جدا أن يكون لديه دفعية وحرص على التعلم منهم شروط التعلم لو أنا جبت طالب وأدخلته الجامعة وضغطت عليه نوعية تعلم وهو ليس لديه قابلية للتعلم يبقى إذن الدفعية ستكون عامل سلبي في حدوث التعلم أيضا الممارس أنه لابد أن يكون في نوع من التكرار يعيد المعلومة مرة واثنين وثلاث لأن عادة التكرار فيها نوع من التعلم واجتساب الخبرات أيضا التغذية الراجعة مهمة جدا لأنها ترتبط بإعطاء المتعلم نتيجة ما تعلمه بصورة إيجابية التغذية الراجعة مهمة جدا جيد برافو عليك أنتكي الاستجابات المختلفة لابد أن أدفعه نحو التعلم بإني أعطيه تعزيز عن طريق التغذية الراجعة تعالوا نشوف آخر نقطة في هذه المحاضرة وهي العوامل المؤثرة في التعلم الحفظ بفرض لو قدرته على الحفظ أعلى سيكون هناك تعلم أفضل أيضا القدرة على استرجاع المعلومات إذا كان لديه القدرة على تذكر المعلومات واسترجاعها بيكون التعلم أفضل إذا كانت المادة اللي أنا بعلمها له لها تطبيقات في الحياة لو أنا طبقت له المادة من خلال الواقع اللي بيعيشه بتكون أفضل فيها التعلم على عكس المواد الصماء المواد اللي هي المعقدة أو المواد النظرية البحتة أيضا الممارسة الموزعة والمركزة أستطيع أن أنا أعلم يحدث التعلم بطريقة موزعة أن أنا أعلمه خلال فترات زمنية متبعدة أو ممارسة مركزة أن أنا أدي له كورس مكسف ومراكز دي بسميها مراكزة ممارسة مركزة في الطريقة الكلية والجزئية ممكن أن أنا أبدأ في أول محاضرة أن أنا أعرض الأفكار الرئاسية لموضوعاتي ثم بعد ذلك أن تكرل للجزئية دي بنسميها الطريقة الكلية أن أنا بقى الطالب يعتمد على العناصر الأساسية أو الكلية أما الطريقة الجزئية اللي هي التفصلية هناك أيضا من العام المؤثر في التعلم في التعلم الفردي والجماعي ممكن أن أنا أتعلم بصورة فردية ساعة يطلق عليه التعلم الذاتي أو التعلم بصورة جماعية اللي هو مع مجموعة من الأفراد بكده انتهينا من محاضرة اليوم أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته